سؤال بقى وده اعتقد ان هو سؤال منطقي جده طب تخضينا ليه كده معلش نا يا جماعة يحق لي دلوقتي ان هو طالب بعضة محمد الشناوي سؤال او محمد الشناوي مساط سؤال حلو برضه ها النادي الاهلي نطلع او يطلع كلر يطلع يقول تصراحات في مقاطمر صحفي وان لازم ان الشناوي يرجع يتأهل حد حد انا هجاوب لك بمنزول تاني خالص هل اصابة محمد صلاح تستدع الصفر خلاص انا جبت لك هل اصابة الشناوي تستدع الصفر يبقى يسافر بص بكرا هتحدد الاشعة انت اللي بتقول بص في فرق بالاصابة يا امير في اصابة جسيمة لازم انت تسافر لان لازم تعمل حاجة في وقتها حلو لانك مش هينفع تقعد وفي اصابة عادية انت ممكن بعد اسبوع عشر تيام تنزل ملعب يبقى دي لازم تقعد صح لما نجي نتكلم على اصابة محمد صلاح هي اصابة شد خفيف في الخلف بس والنهاردة بيقول لك ايه بيقول لك لا ده الموضوع اكبر من كده اكبر من كده ازاي هو طالع اصلا مش في سبرينت هو طالع حس بيها صح وكل التصرحات بص لا ما عليش يا امير كل التصرحات بتقول لك ايه هو محمد صلاح لما حسب بالخلفية خرج على طول ما تحملش عليها اه ده معنى انه شد خفيف بالزبط وده تصنيف الاصابة اه اتقال كده صح شد خفيف حصل هي عشر تيام حصل لو احنا بنتكلم في عشر تيام يبقى لازم يقعد لان الشد الخفيف مش محتاج سفر يتعالج اكيد حاجة مش صعبة هو الشد اصلا محتاج سفر انا بقول لك اهو حاجة مش صعبة لا ما ممكن لو جيه مزء لا لو جيه مزء لا ممكن يسافر المزء ده ممكن يقعد فيه شهر ونص وشهرين واحنا عارفين بتوعكورة بيتحدد كم مني بس الديان بتحدي يا كابتن واهل ما قالش مزء لا امير انا بوضح لك لاو انا فاهم لو انا بقول لك لاو في مزء شريف عارف اناقصه دي فاهم لو في مزء انت بتتكلم بقى المزء ده كم مني وقصة دي فانت بتتكلم لا يسافر عشان يعرف يتعالج كويس لان في الحتة دي مش هيعرف يتعالج بشكل كبير لكن انت لما تجيه تتكلم على شد خفيف كبير عشرة ايام وتلعب لا انت لازم تقعد مع المنتخب مصر ما ينفعش انك تسافر ما فيش حاجة اسمها حتى لو مش هتلحق اخر مباربس تبقى موجود مع المنتخب من تقعد المنتخب طول ما انت موجود طول ما انت موجود في البطولة لازم تبقى موجود يعني انت النهاردة لو لقدر الله خرجت خلاص انت هتسافر كده كده لكن انت موجود النهاردة في البطولة اهو انت ساعر ما ينفعش تسافر لازم تفضل موجود انت الشد ده لازم تتعالج تحت عيني لان كمان هاهلك معايا وهاعرف حالتك معايا انا لان انت معايا مش مع لي فاربول فهاعرف حالتك معايا فانت لازم تتعالج معايا عشان انا عرف ااهلك عشان اعرف اتنزل امتى لان انت ممكن ايه حتى لامكانات ضعيفة ايه لامكانات ضعيفة هناك في كدهور ولا ده من الموضوع مش محتاج يمكانيات. الشاب مش محتاج يمكانيات. بس ده توضيح حباوي. تعالي بقى كابتن شيف قبل المطلع الفاصل بقى. اديني تعليقك. تعالي بقى. اه. اه. لان انا انا الموضوع مدينة جدا. احنا كابتن. مدينة. جدا. اه. محمد صلاح نجم كبير. طبعا. ومس المصر. طبعا. طبعا. حمد صلاح تقريبا على مرة السنية اللي فات كلها مطلعش من ولا مباراة. اه. خلاص من ارض الملعب. اه. محمد صلاح من اول الكورة اشترك بيها فيها. انا كنت متفرج مع جماعة صحابي. طولهم على فكرة صلاحة صام. اه. ده حقيقة. اه. من اول لمسة. واضحة. اربع كورة والربعة ده كابتن اقول لو تفتكر في بداية المباراة هو خد تلات فاولات واربعة. ام. فاول في نص الملعب. في التلت الهجومي. وفاول في نص الملعب. وفاول لما كان عايز يعمل حركة زيدان قدام التمنتاشر عندنا. اه. ورحكم حساب له فاول. ام. التلات فاول فيه اخر حاجة كان مع مرموش بالعرض و مرموش مع ملهاش. ام. شوف انا عمال احكي لك اهو. صلاح من اول كورة مشتركة ومسك الخلفية. صح. صح. يبقى تحمل على نفسه. ام. عضلة عضلة هشرح لك معلش لان انا عشت قوي في موضوع العضلات اه. اه. اممكن في اخر ايامي في الاهل تصبت. السمانة كان صح. سمانة والعضلة الخلفية. لا تصبت شوية حلوين يا. انا كنت في امريكا الرجل شرح لي قال لي بص تعالى. بيقوله بيقولولي يا اسطن انت عندك اصابة مزمنة. اه. قالوا لي ما فيش حاجة اسمها اصابة مزمنة. اه. تعالى في حاجة اسمها تتآهل تعمل فيزيو السربي صح. اه. تتآهل صح تنزل الملعب. ام. شرح لي العضلة. ايه هي العضلة? ام. الياف شعيرات دقيقة والصغيرة الفيعة. ام. دي الغشاء بتاع العضلة الكبيرة. ماشي. خلاص? صلاح الوضع بتاعه ايه? اه. فيه اه فيه من الشعيرات الدقيقة دي حاجات تنسلت. اه. انه هو اجزاء من الملة اتنين ملة الحجرة خالص دي. ايه حاجة بسيطة. طبع اه. طيب. لأ. حاجة بسيطة بالنسبة للاصابة. بالنسبة لنا ممكن تكون عقوة من كده. بالزبط. ماشي. هي ممكن تبقى اكتر من كده. اوكي. دكتور ابو العلا ممكن انا عارفت تصريح وعرفت ناس انا كنت النهاردة في الجيم يعني الكلام ليك. ام. في اه الدكتور اه مطر. اه. ده موجود مع المنتخب. ام. الناس طبعين دي. يعني اتكلم في حاجات انا بكلمك في تفاصيل. حلو اه قوي ديني معلومات دي. المعلومات بتقول ان الدكتور اه ابو العلا هنا هناك. الاشعة والحاجات اللي موجودة هناك ما بتساعدش ان الاصابة تبان هي مدهة ديه بالزبط. اوكي. الحاجات مش احدث من كده. فلما تم التواصل مع الناس في انجلترا في لندن. اه. في في ليفر بول هناك. الراجل قال له احنا محتاجين هنا. اللي عندنا اجهزة احدث. اه. عندنا حاجات هنا ازاي بتعالج الناس الاسبورتس. الناس الرياضيين. اوكي. اوكي. اه. فهنا ممكن تبقى طبعا كدوار بلد محترمة وكل حاجة ولكن احنا عندنا حاجات احدث. اه. ده الحوار لدار بالزبط. اه. فانا اعتقد ان فيه كواليس امير احنا ممكن ما نكونش عارفينها. اه. فيه كلام ممكن ما نكونش عارفين. وهنا. اللي عمل المشكلة هو تسريب كلوب للخبر. لا. ثاني بقى. معلش يعني. اقول له. هو اللي عمل المشكلة التشخيص الاولي اللي مش الاولي. ده بعد الاشعة وبعد كل حاجة بالليل يتلمطش بتاع غانا. تلو ع الدكتور محمد ابو العيلة اعلن التشخيص واكد في التصريحاتها شايفها بعيني. تمام. قال لك ايه? قال لك شد في العضلة الخفيفة. المراسل بيسأله سؤاله. قال له شد في العضلة الخلفية. هيجيبها دقيقة هيجيب مطفيل. طب بناءنا عليها. هل انت مقتنع? هل انت مقتنع? تعرف عني شد? اه. ما عندوش اشعة تبين الشد الخلفية دي. ما اش ادر احد. دي 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 اسهل حاجة في الدنيا. اشيخ مقول? لا. دي اسهل حاجة في. لا. دي اسهل حاجة في. يا شريف. يا شريف. اسمع فيه حاجات رياضية احدث. بص. يعني هناك اللي فيه. هنا. 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 هنا حتى احنا هنا. خلينا ناخد الموضوع. موت احنا هناك موضوع في حتتين وتقولك انسيبك تتكلم. محمد صلاح. الموقف اللي خده. وانه يجادر ده غلط. مهم. ده مش صح. طبعا. ده مش موقف لتاعم كابتن منتخب مصري قابل. اكيد. انا مش مع بص كل اي حاجة تتغفر لي ولل موقف ده. هو. خلاص. ولكن هنا الموقف بتاع الاصابة. الشد ده لما يقول لك شد. الشد ده 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 درجات المزل. حلو. هو الراجل نفسه الدكتور ابو العيه نفسه مش قادر يحدد الاصابة قديله تلاعي تكلم بن معكامل احترامي يا ده راجل شاطر جدا وكل حاجة. ستبتكلم ليه? وتلعبينها ايه على لسان التحدي. انا انا شاف انها اصابة برضو مش صعبة عشان محدش يقدر يحددها. ده عدلة. اشاعة تبين. اشاعة سونار تبين. كم اللي او الشادة. وفيه حاجة اقول لك على حاجة اشريف. بص شريف. يا جماعة. حتى لو صارت ان هو يروح. ثانية بس. هل هو يروح حطيرة. انا اقول لك على حاجة امين. انت دلوقتي اشريف. طبعا لازم يوحد اي امكان. انت شرحت الاصابة. قلت ان في فاول ففاول في فاول في اسبرينت. اه. الاسبرينت ده كان اخر حاجة صح? اه. لو هو مصاب ما اقدرش يجري. لا ده انا انا مصاب في الملعب انا بكلم نفسي. ما يجيبش الاسبرينت. هو انا اتصابت. لو هو مصاب. هو مصاب. بس هي بص. المصابة لو جامدة زي ما انت بتقول استحالة في الثلاث فاولات الاولانيين. اه. يحس بشد في الخلفية. يجري اسبرينت لازم يقف فورا. فورا. لو جامد. ما يكملش. لو جامد. لا ما يكملش. اذا. هي كلها بنت. ما يكملش. اذا الصباح مش جامد. لا هو يا امير. اسمع اسم امير. ما يشد. ما يكملش لان خد بالك شريف كلامه ان الاسبرينت ده كان حوالي سبعين تمانين متر. صح? اقل من كده. سبعين تمانين متر اصلا ده التست بتاع الخلفية. اه. بس. يبقى هو تعمل نفسه لو عملش. مبارد ان تعمل الاسبرينت ده مش هتقدر تكمله. هو كمله. ام. استحالة تكمله للاخر. ده لو الاصابة قوي. حتى لو عنده شد. لكن في حاجة اسمها ايه? حس بالعضلة خفيف. اه. بعد الاسبرينت خالص. اذا. اذا. مش اللي هي اللي توقفه. تمام فممكن تزيق. احنا بنشرح كلاهيب الكورة يا جماعة لك ان انا معرفش اللي حصل. انا متكلم ككورة. لو شد. تلات اربع تيام انزل كامرية. تاني. انا بقول شد خفيف. اربع خمس تيام. لا ما ينفعش. لو ما بالعضلة. بس هي لو سليمة. احنا ما قلناش سليمة. لا احنا ما قلناش سليمة. شريف احنا ما قلناش سليمة. حاجة عشرة اربعة. يا شريف. بص يا شريف عشان بس. ما هو ده ما تفهم بس انا بقول ايه? اه. احنا بتوع كورة. معرفين الشد في الخلفية. انا اتصبت كتير في العضلات. انت عارف يا شريف بص اقولك انت عارف ان التست بتاع الخلفية تمانين متر. انت اصلا وانت بتعمل التست لو في اي حاجة مش هتقدر بتكمل خمسين متر. احنا قلناش احنا قلنا سبين انت تولي. ما فيش سبعين تمانين دي جابة من انت دي. هو العشرين تلاتين متر. ما عملش بخارضون. هو عمله وما كملش. هو اصلا مرموش ما عملش فوقف. فوقف. احنا كان. اصابة. اصابة. اصابة مش. لا احنا كلنا. ما ينفعش يسافر. لا ما ينفعش. ما ينفعش يسافر. لا ما ينفعش. اذا احنا. بس اعايز لك العاجة. يلا بصراش. هو اقرار فييد مين. اقرار فييد مين? اه. فييد المتخب. ايوه. ايوه.